اشتركوا في القناة اني انا اكون تعبان شوي او صوتي تعبان طبعا انا بعاني من نقص المناعة حاليا وعندي فيروس وعندي التهابات حادة جدا تقريبا معظمها على الرئة فاعذروني يعني اللي بكون احكي متثاقل هيك بالكلام بحاول قدر الامكان يعني اني اسجل الحلقات بالتقصيد يعني كل شوي بسجل جزء من الحلقة وبعدين بجمعهم مع بعض فاعشان هيك اعذروني على تعبي على نبرة صوتي ان شاء الله انه بالايام الجاي يعني تقريبا ما راح للخطر يعني شبه زالت الحمد لله رب العالمين باقي شيء قليل ان شاء الله ايام قليلة ومنتعافى ومنرجع له وضعنا القديم باذن الله تعالى طبعا اليوم توقعاتنا على يوم الخميس 26 اب القمر موجود في منزلة الشرطين الان في برج الحمل وهي المنزلة هي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد هي جيدة لأمور الها علاقة بفحص العيون او علاج الاسنان او العمليات الصغرى تقليم الاضافر حلاقة الشعر او قص الشعر طبعا راح يبقى القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 17 و 10 دقائق مساء بتوقيت جرينيج يعني لغاية الساعة 10 و 10 دقائق بتوقيت الاردن بعدها القمر راح ينتقل لمنزلة البطين مساء هذه الليلة طبعا هذا الانتقال بصير اللي هي الاربعاء منزلة البطين هاي جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر بما انه موجود في برج الحمل فمعروف مثل ما بنحكي دائما عن انتقال القمر للابراج انه شوي بكون عنا احنا من صفات البرج او من اهم صفات البرج بتأثر علينا جميعا اه وطبعا جميع الابراج مش برج معين في هاي الفترة بما انه في برج الحمل اه نشعر انه احنا بطاقة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميم واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا او نتهور ايضا اه يجب ان نحذر اكثر على طرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة انه اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في الحمل طبعا زي ما حكينا انها جيدة لا فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك او اه شيء له علاقة بعلاج العيون وادخال اه تعديل على قصة الشعر او اقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عنا ثلاث زوايا فلكية اليوم اول زاوية هي زاوية بطيئة اه رح تكون زاوية تثليث ايجابية بين عطارد وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة ثنتين واثنين وعشرين دقيقة عصرا بتزيد من حد الدهنة والحس خصوصا النقدي بيمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالامور الغامضة بتساعدنا في تنظيم اعمالنا وانجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات اللازمة لهذا الامر طبعا الزوايا الفلكية تأثيراتها على جميع الابرج وبما ان احنا منذكرها فتأثيراتها بتكون ممتدة طول اليوم اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة ودقيقة مساء بتدفع بعض الاشخاص الى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء ومن افراد العائلة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهي اخر زاوية هاي رح تكون في تمام الساعة تسعة وثلاثة عشر دقيقة مساء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول ان نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية المباشرة بيصير في عنا خلو المسار خلو المسار بيبدأ الساعة تسعة وثلاثة عشر دقيقة مساءا بتوقيت جرينيش طبعا بتوقيت الاردن الساعة اتناعش وثلاثة عشر دقيقة بعد منتصف الليل وبيستمر حتى تمام الساعة يعني تمام يوم الجمعة يعني بيستمر لا يوم الجمعة لساعات الصباح يعني حتى تمام الساعة اربعة وستة وعشرين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الثور هذا بيعني انه الفترة المذكورة ما بين منتصف الليل والساعة بما انه اربعة منزيد ثلاث ساعات يعني الساعة سبعة وستة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت الاردن هذا بيعني ان الفترة المذكورة هايك لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المساء بالنسبة لعمر القمر انحسار المحدب 18 يوم في تمام الساعة ستة وواحد واربين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بيصبح 19 يوم نسبة الاضاءة 80% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العدراء حتى يوم 22 تسعة منتحسي بنسبة 10% القمر في الحمل حتى يوم 27 ثمانية سعيد بنسبة 10% الان ولكن مع ساعة الصباح تقريبا بصير 25% وبتمم لاخر النهار 25% عطارد في العدراء حتى يوم 38 منتحس بنسبة 50% الزهرة في الميزان حتى يوم 10 تسعة سعيد بنسبة 45% المريخ في العدراء حتى يوم 15 تسعة سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بما أن القمر تقريبا ألقى نوره بالكامل على برج الحمل فاليوم تزداد ثقة برج الحمل أكثر بيعمكم النشاط أكثر اليوم تقدروا تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم بأي اتجاه على حسب تخصصكم اليوم رح تهتموا بمظهركم وبالتغييرات هاي مرحلة لانطلاقة لمشاريعك الجديدة أو حتى تتميم أعمال إلك بتحاول أنك تتممها بالفترة هاي فهي ممتازة بتتمتعوا بنشاط دهني وجسدي كبيرين أكثر من الأيام الماضية اليوم يعني بتكون مميز بأي مجال أنت تعمل فيه تقريبا برج الثور طبعا يوم آخر أو يوم أخير نقدر نحكي إلى التعب اللي بتعانوا منه في هاي الأيام لأنه القمر موجود في بيت المتاعب فهذا الإشي بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني بتكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذاءكم وراحتكم بتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير فبتتأخر مشاريعك وممكن أنه يتم إلغاء بعض الموعيد أو بعض الأشياء اللي أنت بتعول عليها طبعا بما أنه آخر يوم فبكرة يعني بيكون انتقل القمر اللي عندكم فبتصير الأجواء أحسن أهم شيء أنك اليوم تتجنب اتخاذ أي قرار وتأكد من حجزك لأنه ممكن تتفاجأ بإلغاء أو بسوء تفاهم برج الجوزة بتنشطوا اليوم اجتماعيا أكثر من المعتاد اليوم رح تطلقوا اتصالات أو تلتقوا أصدقائكم منكم أشخاص رح يشاركوا في حفل أو مناسبة وتكون في إلها توابع جيدة بالنسبة لكم أهم شيء أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصل تأييد في خلال الأيام هاي وهذا الإشيء رح يكون شيء ممتاز لأعمالك أو لحياتك الاجتماعية حاول أنك تكثف ارتباطاتك اليوم وتتواصل بشكل جيد مع أصدقائك إذا احتجت أي تعاون حاول أنك تستغل هاي الفترة لأنه أنت بطبيعتك في الفترة هاي بحاجة لا تعاون الآخرين معك برج السرطان طبعا الفرصة بتظلها جيدة وممتازة خصوصا للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل والأشخاص اللي على رأس عملهم طبعا اليوم بيقدروا أنهم ينجحوا ويثبتوا جدارتهم أمام المسؤولين ويحافظوا على إنجازاتهم القائمة وخصوصا إذا كان الأمر أنه في إيدك ملف معين أو عمل معين حابب أنك تتم اللي تكرم عليه أو تمدح عليه أو تأخذ زيادة مثلا أو شكر على إنجازه اليوم تقدر أنك تستغل هاي الفرصة أهم شي دير بعلك من الإنفعال والتهور خلال هذا اليوم هاي فترة شوي بيكون فيها بعض التوتر بعض المتاعب حاول إنك تعالج الأمور بهدوء وحاول إنك تقدم أفضل ما عندك برج الأسد ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة التواصل مع أشخاص خارج البلاد هذا يوم برضو مناسب لإجتياز امتحان أو لإجراء مقابلة حاول إنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين مع الجهات المسؤولة اليوم ممكن تنجح في الترويج لعملك أو كسب الدعم والتأييد هاي فترة ممتازة جدا أهم شي إنك ما تحمل الواجبات حتى ولو كثرت أو صعبت حاول إنك تنظم وقتك بشكل جدي أو جيد تفادي للتأخير حاول إنك تقدم بجراء وثقة الأجواء اليوم مناسبة وجيدة جدا بالنسبة للكم ممكن يعني تحصلوا على بعض المكاسب اللي مثلا تنتظروها من فترة فاليوم هذا مناسب لهاي الأمور برج العذراء بتظل الأمور المالية تشغل فكركم والفرصة بتكون متاحة لمكسب الوصلة بشراكة أو تعويض أهم شي إنك تبادر لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع الفترة هاي مناسبة للتراجع عن قرارات سابقة سببت لك نوع من أنواع الإرباك أنت اليوم بحاجة للنشاط بحاجة للحركة حاول أنك تشحن حالك بطاقة جديدة وقوية يعني القمر الآن تحرك درجة بكرة رح يكون في بيتك التاسع الأجواء رح تكون أحسن حاول بس أنه قدر الإمكان أن يوم تنتبه للوضع الصحي وبرضه في نفس اللحظة للوضع الغذائي لا إلك الفرصة جيدة على مستوى بعض الاهتمامات المالية ممكن تحصل بعض المكاسب ولكن ما بنصحك في هاي الأيام أنك أنت تكفى الحد أو حتى أنك تغامر على المستوى المالي برج الميزان طبعا اليوم القمر مقابلكم زي يوم أمس وهذا عادة بيكون سلاح ذو حد أول شيء هو جيد على مستوى تدعيم الشراكة وعلاقتكم بشركاءكم إن كان شركاء المال أو شركاء العاطفة يعني زي الأزواج الفترة هاي برضو ممتاز جدا على مستوى أمور إلها علاقة بتعزيز الشراكة أو تطوير خطوة معينة لتطوير العلاقة ما بين الأزواج أو مصالحة وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن السلبي في هذا الموضوع إن طاقتك بتكون ضعيف جدا فما بيجوز إثارة المتاعب بدك تتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة التصرفات العدائية وبدك تحاذروا من الحوادث برضو الأعداء في هاي الفترة بنشط أكثر فقدر الإمكان حاول أنك تتجنب أي شيء له علاقة بالخلافات برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من العمل لأنه طبعا القمر الآن موجود في بيت العمل والصحة فهو رح يضغطكم على مستوى العمل بشكل كبير ممكن اليوم تجدوا تعاون من الزملاء أو يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أحد الزملاء أهم شيء أنك تنظموا جدول غذائكم حاولوا أنك تأخذوا قسط من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنصيق الجيد بين مختلف الواجبات لأنه اليوم ممكن يتراكم عندك العمل أو تضطر أنك تعمل لساعات إضافية أو حتى أن يكون مطلوب أنك كثير من الواجبات ولكن حاول قدر الإمكان أنك ما تمسك عملين مع بعض على أساس أنه ما تضيع العملين حاول أنك تمسك المهم فالأهم اليوم تكثر عندك النشاطات ممكن أنه بعضك يشعر بنوع من أنواع التعب ولكن اللي بعاني من شيء صحي يعني راجع الطبيب أفضل برج القوس برج القوس معهم طبعاً الظروف جيدة احتمال أنه يكون في بعض القلق تجاه أحد الأحبة ولكنك اليوم أنت نشيط كثير في منك رح يميله للهو والترفيه طبعاً وهذا مش غلط ولكن بدون مجازفات يعني أنت بتستحق هذا الشيء وخصوصاً مع ضغط الأيام الماضية حاول أنك أنت تغير جو لأنه تشحن حالك بطاقة إيجابية في منك رح يهتم بأحد الأحبة أو يتواصل لانعاش علاقاته العاطفية أكثر حاولوا أنه اليوم تتخذوا خطوات مفيدة ومهمة عشان تحصدوا مكاسب خصوصاً من وجود القمر في هاي المنزلة برج الجدي بترغبوا اليوم بإدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة طبعاً التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة أو أغلبه هي نشاطات عائلية أو اجتماعية أو مناسبة معينة هاي فترة تعتبر فترة مهمة رغم أنه رح يكون فيها بعض الضغوط لأنه يعتبر القمر بشكل زاوية تربيع مع برجك فهاي شوي بتعمل بعض الأعطال أو الوجبات اللي ممكن تكون فقيلة اللي إلها توابع لإلك فبدك تكون حذر حاول أنك أنت تعزز الروابط العائلية أو كل روابطك الاجتماعية حاول ما تخلي الهواجس إنها تسيطر عليك ممكن يكون في تبادل زيارات أو اتصالات مهمة ولكن زي ما حكينا ممكن يسود التوتر بسبب حدث طارق أو حدث أو موضوع يعني يكون ملفت للنظر برج جد له بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالترقلات والاتصالات والسفر أنت اليوم عندكم طاقة عالية كبيرة وفي نفس اللحظة عندكم رغبة للتواصل سرعة البديهة عندكم عالية جدا منكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعتك اليوم قلب المعادلة لصالحك أهم شي أنه ما تبقى وحيد ابحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط اليوم أنت بتمتلك سرعة بديهة عالية ومهارة ملموسة جيد هاي الفترة للامتحانات للترويج لسلعة معينة للي بيشتغلوا في التجارة اللي عندهم امتحانات اليوم برضو بتكون ممتازة اللي عندهم دورات أو مشاريع حابين يروجولها برضو الفترة هاي ممتازة حاولوا تستغلوها بشكل جيد برج الحوت بتظن الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يسترد أموال بتعود له أو يحصل على هدية أو يحل مسألة مالية كانت معقدة في الأيام الماضية منكم ممكن يسمع خبر سار ويلعب قريب إله دور مهم جدا يعني ممكن اليوم تهتم بقضية شراكة أو عمل أو تعالج الأمور بشكل دقيق وتهتم للأولويات المالية وممكن تجد الحلول والتسويات لكثير من المسائل يعني بنقدر نحكي أن الفترة هاي هي أغلبها بتركز على الوضع المالي فمنكم أشخاص ممكن يحصلوا مكاسب وممكن بعضكم يحل مسائل مالية أو فواتير أو التزامات ولكن الأهم حاولوا أنكم ما تجزفوا بالأمور المالية وحاولوا تقللوا من مصاريفكم وانتبهوا على أموالكم من السرقة والضيعة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة